اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السكر عندنا مش مؤلم مش مؤلم القلم ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى فعشان خاطر ينبهنا ان فيه حاجة غلط السكر ممكن واحد يكون السكر بتاعه 300 و400 وحاسس ان هو تمام كويس لان السكر مرض بطيء لكن مؤثر جدا ومؤذي جدا فاول حاجة نحن نشوف الامراض اللي عندنا السكر الضغط مهمة جدا امراض القلب مهمة جدا فلازم نتنبه لذلك بدري سهل جدا نحن نعملها نحن نعمل شيكاب بعد الاربعين كل سنة وبعد ستين كل ستة شفور وقبل الاربعين ممكن كل ثلاث سنين ولا كل خمس سنين نعمل شيكاب ونشوف ايه المشكلة ونستمع لكلام الاطباء بدقة اللي يقولنا عليه نعمله ما نحاولش ان احنا هنحط الحاجة الشخصية بتاعتنا ورأينا ومزاجنا في الحاجة الفلانية يعني مثلا لازم نزبط السكر اول باول لازم يكون عندنا جهاز تحليل السكر ونزبطه منفعش ابدا السكر بتاعنا يبقى زياد عن متين الحد الاقصى بتاع السكر بتاعنا لازم يبقى متين ده الحد الاقصى فلازم يبقى كلنا عندنا جهاز تحليل السكر في البيت الحاجة التانية مريض الضغط دلوقتي بنسهل جدا واحد يعدي على اي سيدلية يقس الضغط خليها دي حاجة عادة اسبوعية عنده عشان الضغط بتاعنا برضو له حد اقصى ما يزيدش عن الحد الاقصى ده اللي بتبلغنا بيه الطبيب الباطني الحاجة التالتة حياتنا الشخصية لازم بفيها تغييرات التغييرات الاساسية هتكون زي ايه مثلا الرياضة يعني لازم نعمل في حسابنا ان احنا نمشي ومش هقول نمشي كتير نمشي تلت ساعة نص ساعة كل يوم مشي 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 منتظم وبالساعة مش بالوايم لان بالوايم ده مش صح فلازم تبقى الساعة مثلا من عشرة لغاية عشرة ونص وانا بمشي مشي منتظم دي نقطة نقطة تانية الوزن بتاعنا لازم نزبط الوزن بتاعنا لازم نزبط اكلنا لان الاكل اللي هو دور كبير في الوزن ولو دور كبير قوي في اصابة الجسم بامراض الاواعي الدموية فلازم نقلل جدا الحاجات الفاس او الحاجات الدسمة ولازم نقلل السكريات بقدر الامكان ولازم نقلل الحوادق بقدر الامكان اللونين الابيض دول السكر والملح هما الاتنين بيقولوا عليهم السموم البيضاء الملح والسكر فنحاول نبعد عن الملح ونبعد عن السكر فيبقى دلوقت المشي والرياضة وزبط الاكل وزبط الوزن وزبط الضغط لو ماشينا بالاسلوب ده باذن الله ان شاء الله مش هنلجأ مرة تانية ان احنا نعالج او نخش نعمل جراحة او نعمل اي تدخل جراحي خاص بالعواعي الدموية شكرا اشتركوا في القناة